موسيقى اللي عاوز أسأله ما هو موقف أولاد الله من هذا الزوان هل نقاوم أم نساوم أو نتهادى نساير الموضوع فإحنا إيش موقفنا أو موقف أولاد الله من موضوع من الزوان المزروع في وسط الحنطة هل نقاوم ولا نتهادى شكرا إخ نزار الأول عايز أفرق لألا يكون حد دخل حديثا يسمعنا من المشاهدين الزوان هو زرع شبيه بالحنطة وهنا الرب استخدمه لكي يفرق بين المؤمنين بالمسيح حقيقيا وبين المزيفين المقلدين عندما سألوا صاحب البيت هل نذهب لكي نجمع ونقتلع الزوان صاحب البيت مانعهم قال لهم ما تعملوش كده لأل لو أنتوا بتعملوا كده تقلعوا أيضا الحنطة إيه معنى التعبير دوت يعني لو أنا هقف النهاردة وأقول ده مؤمن ده مش مؤمن دوت أشطب عليه ده طلعوا بره المسيحية خالص أنا ممكن وأنا بعمل كده أخذ مؤمن حقيقي لكن ضعيف متعثر بطيء في إيمانه لسه عنده شوية حاجات محتاج الرب يتعامل معاه ممكن كمان أخذه لو أنا النهاردة بطلع من المسيحية مثلا الزوان أنا ممكن أخذ في طريق كمان واحد تاني مسيح حقيقي وعلى فكرة إحنا راح نتكلم في موضوع آخر يعني في موضوع مؤمن روحي أم جسدي نعم فبرضه كمان المؤمن الجسدي هو مؤمن فيعني المفروض أنه يبنى صحيح يقوى فأنا ممكن أخذه لأنه عم بيتصرف كأنه غير مؤمن ممكن أقضي عليه أيوة فعشان كده عملية الفرز أو القاطع ليست مسؤولية أوكي اشتركوا في القناة